اشتركوا في القناة المكونات اليمنية للوصول الى حل سياسي شامل في اليمن واكد الجابر ان المملكة وقفت حكومة وشعبا منذ عقود مع الاشقاء في اليمن في احلك الظروف والازمات السياسية والاقتصادية رحب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة سيفان دوجاريك بالمحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحثيين في صنعام واعتبرا ان ذلك خطوة نحو تهديئة التوترات وقال دوجاريك ان المبعوث الاممي اليمن هانزي جرود بيرج يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن السيران في العملية السياسية على امل تجنب اي تصعيد موضحا ان الامم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعام عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماع الدوري لمناقشة اخر المسجدات على الساحة السياسية وجدد المجلس الانتقالي التأكيد على ان الجنوب لا يسعى للانفصال بل لسعارة دولته المغتصبة كاملة السيادة وهو هدف استراتيجي لشعب الجنوب ولن يتراجعنا تحت اي ظرف مشددة على ان الحل الدولتين هو الطريق الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام والامن والاستقرار الدائم في المنطقة بحثت الحكومة مع الموثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريس لعدد من القضايا العامة والإنسانية في اليمن وبمقدمته عملية الانقاذ الآمن لخزان النفط صافر واكدت الحكومة التزامها بدعم كل الجهود وتقديم جميع التسهيلات للأزمة اتفادي الكارثة الوشيكة والمحتمل الناتج عن التسرب النفطي من الخزان ومن جانبه لفت المسؤول الأممي إلى أن تعهدات المعلنة للبدء في تنفيذ خطة الإنقاذ كانت أقل من الاحتياج القائم بنحو 32 مليون دولار أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية الخطة المعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان مؤكدة استنفارها جميع الموارد البشرية والمعدات التشغيلية وبيّنت الرئاسة أن عدد المصلين والمعتمرين وصل إلى أكثر من 950 ألف مصل ومعتمر يوميا من بداية رمضان وذكرت الرئاسة أنها ستكثف عمليات التطهير والتعقيم وستضاعف من توزيع بوات ماء الزمزم وتسهيل حركة تنقل القاصدين داخل المسجد الحرام من خلال فتح 160 بابا مخصصة لاستقبالهم وشددت الرئاسة على ضرورة تقيد المصلين والمعتمرين بالآداب والتعليمات الخاصة بالمسجد الحرام هذه الموجة للقاء اشتركوا في القناة